اشتركوا في القناة موسيقى 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 البداية بشحرورة الفريق وروح هذه المجموعة والصوت العذب لهذا الفريق الخشن ثوريه العمري مرحبا أهلا وسهلا محمد عسلامة الناس لكل عسلامة سيدة المستمعين اليوم 11 يوم في رمضان صايمين إن شاء الله في فورما أنا بوليت نستيني سايد خلت في الجو في الموندو داع رمضان قليت هكا معادش كل يوم رمضان ولا نحشش ولا هكا جملة الحقيقة في النهار رحديش في العشرين نبدأ مش نورمال ستينس على الأخير وأكثر نهار ترتاح فيدي نهار 29 لا هو أكثر ارتاح نهار عيد نهار عيد دونك تحية لكم الكل فرحانة أنا أخديت جايزة داغني يا غمو حبيتكم تبير كولي خطر أنا ما حذرتش أنا وصديقي وزميلي محمد الخماسي أيوة وفرحانة بيها الجايزة وبرتجيت هدا سيوخ لغيزو السيوخ أنا نقشوني هونيكي حكيت وقلت فأنتي أحكي باسمك أنا نقشوني قالوليش معناها انتي أفضلت لا لا ونحنا مش نطلوا ونطلوا قاعدين ليه مش قاعدين يلبسوا مش قاعدين يهونوا مش قاعدين يلبسوا يشريوا كيفنا ويهونوا في اللبسة يا ريت معناتها كل شي زوكم بتعطيوه قيمت أحنا نصرف وأنا محمد نصرفو كلمتها مزلنا مسلمنا شي عليكم المجتمعين بالنسبة لما مزلتوا مجيتوش احنا محمد صح قاعدين نهونو نصرفو حاجات السينية وفلوسنا الكل حاطينهم في اللوك متاعنا إذيك عليش اختاروني أنا محمد تحية لريم أكيد ريم شاكر وأنا فرحانة بأي تكريم كان راهو الإنسان ديما التكريم والشكر والاعتراف والامتينين راهو ما يكون كان يخلينا نقدمه خلينا نكون في صورة أجمل في صورة مزيانة العبيد راهي اللي يتخذه ما تلقاش حتى بكلمة تبارك الله فيك نعرف اللي تعرف أنت روحك أنت قاعد تقدم آما كان ما تلقاش شكون يشجعك راهو التشجيع ديما يخلينا نقدمه مشكورين إن شاء الله ديما شكرا لك ثورين بعد شوية ثوازير مع ثورين ملاحظة تنظيمية ملاحظة تنظيمية من بعد نسلم أولا يعني أنا هنيكم والله سعيد وفرحان لكم وأنا السيدة اللي أعطيتكم الجائزة هي ريم آآ شاكر رقيق شريف على صحيح أحباب نعرفها منذ التسعينات قبل ما تزو الشريف على وكانت معنا في الجريدة ما لاشي في العام بجيبنا اهل اخبار. او الفلانات. ممتاز. لو كنت ارغب في جائزة او هدية او معلقة ايه. يعني يعني اراني يا اني مانيا اكلمت هولا نحن ما اكلمناهاش اما انا نقول اه. لا 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 نحن ما اكلمناهاش ازادة طبق شتريد ناخدينا الجهاز بالتلفوني ايه. بك المانيا كنت ارغبه. معانيا شمالته لا كنت ارغب. انا وكان جيت ارغب. ايه. ايه? انا علمت. انا علمت ليلت ليفن مو. ايه هذا دليل انه يعني ما لك نزيها وشفافة وخلق العالم حبت نقول لك انا شخصيا انا احيي وارحب بكل من اللي يختاني يختاني اللي يختوني سيبوني لنحبش كون يعطيني جواء نحبش كوني تهابية هاو الجماعة الكل تسمع فيها في الامة في الفضاء السمعي البسهلي اللي نتحركوا فيها ابعدوني يرحم موالديكم هذيك الجائزة? هذيك الجائزة ولو يرفض اسمع لي باش 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 ندخلوش في سيدي خلوة ولو اللي اعتيني جائزة ارفضها هو او شاهرو به معها عشر ليف دينار ارحتو فية اللي اخذتو ثورة هذي ياخذ عشر ليف دينار انا معنك يا ريكم اياه مستحيل اتولي تاخذ ايك اتحب تاخوة اتولي واقدر تقبلهم الجوائز اتولي اموال اموال يا سيدي المجتمعين والمستمعات في داخل البلاد التونسية والوطن التونسي وخريجه يعني التوانسة في كل مكان وفي غير التوانسة لخدر يسمع فينا يعني شيء رأى يسمع فينا يعني أشقاء وأصدقاء وأحباب يعني من هنا وهناك وهذا من فضله تعالى علينا الحمد لله ونحن عنا نوعية من المستمعين والمستمعين حقيقة يعني فضليات وأفاضل الحمد لله يعني وخالق العادة فيهم بعض الأوباش يعني يطيروا في العين برك الله وفيهم نشجعوه حضورهم بي ومش أشعوهم على ذلك مش نقول لك على جمهورك ماشي ويتوسع البراح مش قلت لك فما سيدة فرنسية دخلت وشافتك قالت السيد ظاهر ما هوش إني با داكور قالت جو كونبروم باميه ذارك إني با داكور يا غي انتي قلت أعطيها الصحة قلت هذا اللي قلت فهي فهمت انك تواجهت لها بالخطاب قال جابري سيفريمون سو كون بليمون عجبها الشكر بتاع بورك الله فيك كشهمونه في الستين تقريب ما أنتاً ما تشوق جمعلي ما تكسر جي السيام آه بجيك هلوبولة دي يعني خارجة السيام خالد سيلمان فات كان يستدعاني نجينا فايكنس بالسي فبعضي مجيدة عن فيت دي متنون ولا ولا يفت طم الفلود مش تكسك يا ودي ايجي يبركه ربي نوع خلودة تحياتي خالد علي التواتي مرحبا بيك ومرحبا بمستمعية مبروكة عليك ومبروكة على ثورية الله يخليك أما كيتحكي ثورية علي حويش حاستنا كنحنا نجيو كوين بمرأة والخالعة اليوم محمد تفهم صيحة فزاعة كبيرة برشا شفمه؟ صيحة فزاعة أيوة والله محمد تعرف قدية محمد 186 حاج 27 واحد مات 200 جارية يا لاتيف في غزة في تونس حداشن يوم في رمضان حداشن يوم في رمضان يا محمد حداشن يوم في غزة ونحن مناش في غزة اليوم الناس كيتروح محمد ويبدأ قريب المغرب الناس ما تقرأ شكل لزان بروفيو يتعدى يقول لك ما فماش يكون متعدد والناس الكل ما تقرأ شح سابها معنا حتى الظو يتحرق واحد يعباد بجاه ربي استحفظوا راو على رواحكم ومشكلة راية كبيرة برشا محمد سيسوا واحد وشوف النومبر محمد 186 حادث 27 حالة وفاة في حداشن يوم رمضان ومتين جاريح ومتين جاريح والاكسيدونات يصيروا أبرتين من مساعتين تعالقايلا حسب الارقام بتاع الطرقات في تونس خالد يقول رانا في تونس مانيش في غزة الارقام تفجع صراحة سيحة فزاة نمشي واللي مالك ضبط النفس تعامل بجنبه سيحة فزاة بابتسامة يجاوبك السيد علي شوشان سيد العميد السابق مرحبا سيد العميد مساء الخير سيد محمد مساء الخير زملائي الأفضل سيدة والسيدات العاملين بإيافام سيدة والسيدات المستمعين الكرام صحة سيامكم مبروك سيد محمد ومبروك مدام توراية تكريم اللي صار لكم وهذا مش جديد عليكم يا سيد تستاهلكم الله يخليك سيد علي النبرة فيها تعب شوية انها رح داش تعبك ولا والله لا انا ورمضان صحاب بيسر معنا صحاب صحاب بيقداع ينسي من اللي عمري تسع سنين بدون القطاع الحمد لله الله مسلم مريرة بركة القطاع قولها واغزر الخالد هذي كالجملة مريرة بركة القطاعات في التدريب آآ أثناء التدريب بالضبط أنا خرجت من سينتي شوية على حاجة صارت اهي فغلطت وبعد مدة كفرت عليها سيد علي في العهد في العهد في الوقت الفترة في العهد ذاك يعني كان ينظر يعني للأمنيين خصوصا الذين يؤدونا الصيام رمضان بكثير من الريبة والحذر والشك كيف تقولوا عن ذلك يا أستاذ ممتاز والله الصوم ممتاز حسنين برفو سأقولوا لك لكل اطنافن واسهار ايوه هو الصوم كان آآ اندوزيام دو جريم معناه خطر الصوم معناها معروف انت على الناس كله معناه بين بين العبد وربي معناه نعم لا ما كانش فيما تذيق مثلا على الإنسان المحافظات بعض اي بعض الناس رمشوا كل مشوا الماسوري الكل يعني معناه اللي صوم ممشيش فيه استفيدة لا الصوم معناه دي جاء ربي سبحانه وتعالى قاك صوم ولي يكرش انت انسان تقيه وتصوم في المضان جاء والاخوان جاء يضربوك بين العينين علاش مالذي يحدث هلا لا لا خطر نوال تخنيجة ذاكا والله عذاكا التطرف هذاكا معناها اسلام سياسي الغاية منه معناها كريسي وحاجة اخرى لكن الاسلام بالحقيقي تسمح بتاع ربي سبحانه وتعالى فهمت سيدنا محمد يعني بعيد كل البعد على الشيء يا باي يوحييك سيد علي وحبيت نقول لك سيد علي لان احنا توحى حبينا نعملو كل محاولات الاستفزاز بش نجربو موضوع الدخل امتاعك ضبط النفس ونجحت في اختبار ما السينيك في المواضيع اللي تنجم تستفزك الكل وكنت قد تدريبك تود شوية سيد علي شوشان العميد السابق يحكي لنا على ضبط النفس عند الام ايوه سيد علي عزوز بهمة قرص والله برافو عليك ببس الحمد لله هذي قيمة التدريب يعني باي الانسان سيدة محمد بصيفة عامة معناها متحرر ومندفع ومتهور معنا على طبيعته يعني كما الطفل الطفل الصغير هذي المواصفات شوفوا فيها عند الانسان يعني يكتسب بشوية بشوية ثقافات معناها بشوية اللي اكثر نضج واكثر عقلانية واكثر روية كيكبر لاني يصير رجلا كاملا نفس هذا المبدأ معناها يسقط على تحويل رجل الامن من رجل موطن عادي عادي كما نقوله متهور متحرر ايوه الى رجل منضبط رصين ومعناها ذو تحكم في انفعال عنده قدر انه يتحكم في انفعاليته الكل طبعا كيفاش يصير هذي سيد علي هذا ما يتمكن الا بالتدريب باي يعني التدريب مهم برش بني جيمش يكون مبلياش التدريب يعني هو الغاية منها اعطاه صورة اكثر ايجابية واكثر معناها جمالية لعون الامن حتى هو يتعامل على المواطن مباشرة دكار فيازم يتعرضي لتدريب معين شو فيه تدريب هذا اسبقه تحدثت فيه انه يقع تعريض المتدرب الى اقصى حالات الانفعال والضغط النفسي سواء بدنيا او نفسيا وفكريا وملاحظة ردة فاعله يعني لعدة مرات في اليوم ولأماد طويلة قد تختلف باش يقع لنا محرار باش يقع ضبط المحرار يندرى السيدة دا قادر على التحكف في الفعالاته وفي ردة فاعله وإلا لا يفقد السيدة أو يخلش ومن فميكا معناها يقع اسنده شهادة تأهلها للقيام بالمهمة متاعها الامنية علاش خطر باش يبعد باش يبدأ مظاهر استفزازية قوية برشا خاصة من المواطن وهذا يتلقى عند الامن العمومي بصفة عامة بس وجوه مثلا اقل استفزازية خطر المليون يخدمو فيه ضيق دكار ما فلماش ما نجي مش حتى حتى يتجرى باش يستفز عاون سيون العاون الامن اللي فيه استاد كبير وكل شيء في استاد موذارة يقع استفزازها بالكلام الباذي بيرام المقذوف إلى خله مثلا ومن هنا زينا نرجع لأهمية تاست بسيكو تكنيك وهنا نداب ربي راو تاست بسيكو تكنيك ولا شبهة معدوم ومنعدم في الانتدابات في الوظائف العمومية وغيرها 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 فمهم ياسر تاست يعطيك فكرة على شخصية البشر شو فيه من نوع الاسألة شو يتحطم هضايا بعجالة بش ما نتقولش فيه مثلا كما نقوله هما عشرة أسل هو مجموعة عشرة أسل يتعاودوا مية وعشرين مرة كل سؤال يتعاود معناها على الأقل بعشرة مرات بصفة أخرى إذا تعديد في الأول والثاني لازم يشتيح في الثالث يطرح بطريقة مختلفة عن الأول والثاني والثالث والعاشر كيف كيف فالإنسان اللي ما عنداش اتزان نفسي وتحكم في عقل نيته رأوا بش يتيح فيه وياخذ نوت ضعيفة وبالتالي يقع لكارت المومتعة أهمية التاس بسيكو تكنيك بسيكو تكنيك ربي يبارك فيكم خارق لعدة سيد علي وحييك خارق النفس محمود تدخل في كل شي ريت في البوكس ساعة ساعة يجيك بوكسوري يستفز البوكسور اليوم في الكرة يقري وعليش يعملوا كوتش منطال بش جوار كي تبدأ تلعب ما يزمكشي تستفز وساعة ساعة 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 داخل في الاستفزاز ساعة ساعة كي تبدأ خاصر كيفاش تنجم تعود ترجع في الطرح أنا عنا فتحي العبيد يكتب عليها في كتاب محمود لزيموسيون 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 يكتب عليها في كتاب قعدنا ساعة ساعة نكلمه طبع معاه إن شاء الله ربي وسطه خالب دي حكيت على البوكس في بالك مايك تايزون قاعد يحضر في روح بش يرجع عندو كمبا في جويلية والله خايف عليه محمود برب والله اي لو مسلم وخايف عليه خاطر فما قرارات في عمر كيمة كاكة كيمة هاقلر وكي جماعة كيخذاو في عمر كبير ينجم تصير له كات ها بش نخرج وفاسل مبعث وبيش نوريك تايزون كيفاش يترين شفتم محمود قل لي خايف على تايزون ولا خايف على اللي ذات تايزون محمود كان بش يلعب مع واحد صغير محمود في العمر بتعرف البوكس العمر رو عندو قيمة كبيرة ايش احنا خزرنا قبل ريجز جوفرازي واختلي رجع تريح عليك لها في اخره صحيح ومره كبير معناها خزر لها فلوس خزر لها فلوس معناها ماذا بينا كان ما يخزر لهاش فلوس ان شاء الله ختم الي اسلم هو ان شاء الله ربي معاه واضح شكرا لك خلوت ثورية بعيد على البوكس بعيد على هذا الكل اللي مش تحكيننا على الاعمال المصرية الوحيدة اللي قاعد التبع فينا ذهلي في الاعمال تفرج في حاجة حسنين تفرج ايقاعد نتفرج او تحب تعطي رايكم بعهد ولا تخاف اللي فلاتويات خريني يقولوا شكون حسنين بش يعطي راي بالعكس انا ما انا ما كلكني شي شانا اخاف من هات ثوري مسكينة ثوري اعتات رايها وهي مخولة ساعة كمواتنا وكما تخدم في الميدان هذي او اشياء بازي ايزا ما نتفرج فيها فداروا عليها قالوا له شكوني ايه ايه وانا مش نتفرج يعني فقط لمتعتي ايه ويعني لمنق الفراغ ايه ايه اشتغل اشتغل وابالنسبة لي المسلسلات هذيت توك خاطبني تقول لي اشياء عديدة على المجتمع التونسي ايه وعلى تطورات وملامح فيش تتفرج ايه نتفرج في هذه كلمة يضحك يخرج ايوة ونتفرج في الفلوجة بيه ونتفرج في رقوج هو الفريق المتاعه يعني حلوة والموسيقى تصوري صابر صابر الوسليات صديقنا وحبيبنا ديناري وانا فرحان للحقيقة ويعني نتبع ايضا في العالم العربي العربي الحشاشين الحشاشين اه الحشاشين يلزم نتبع فيه باللوبة اه باش نعرف لانه الحشاشين قد يقول لنا ما لا تقوله من المسلسلات الاخرى ماذا يقوله اول مسلسل يعني شبه تاريخي اه يتعرض لحركات الاسلام السياسي الشيعي طبعا والسني كيف كيف راه كيف كيف يعني العنيفة يعني دائما الاسلام حين يكون في المعارضة يكون قاتلا وما يفهمش ويعبئ الناس ويشهدهم وكذا بطريقة يعني ختاب شوفت الختاب بطريقة شيطانية ويستعمل كل شيء قدامه حلال كل شيء يبيح هو قالك مالك مفتاح الجنة اه يصحي كمالا استقالوش في تونس مالك مفتاح الجنة حسن السباح تاع تونس حسن السباح متاع تونس هو رجل غنوشي يزم ناس فيك ايوه وهون يبدل ويجلب ويجلب وكذا كذا ولكن راي الدنيا ما يدائما الحد حسن السباح يعني كسروا لك القلعة توا 2004 احرقت المسلسل المتابعينة تيها سنة سنة لا 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 مش نحرق لك القلعة ذيك راي قالت الموت الموت مش الموت الموت القلعة ذيك يعني وقع تهديمه وقع غزونا من طرف المغولة خاطر احسن السباح ودعوت وقعدت متباك يعني في التاريخ يجي 40 عام مات هو عمر 34 عام هو في القلعة ذيك ومن بعد يعني جاهوا لك وفتقها من بعدها لك ديك ديك باش تعرف التاريخ الاسلامي صحيح وين يقدي ثم يعني آخر مرة توا ذربت 2004 2004 وقع زلزيل في كل ملحة ذيك لك القلعة ذيك تهدمت نشات عد المسلسل ولي ورته لي سياتك تذكرشك تصور على ديكور وكدا يعني يبدو انه نصرفه ملايين الملايين يا حبيبي كريم عبدالعزيز عجبك في دور حسن ابن الصباح والله انا بلشا الناس يعني عجبني عجب من له اللي يعني قادت نقول هذا نيش ولكن يعني طلع طاية والله طيب وعمر الخيام وعمر الخيام منتاز منتاز بك ونظام الملك النظام الملك ممتاز ملا اما المشكلة ثم مشكلة كبيرة في المسلسل دي هي الصوت اي معناها الصوت بتاع والصوتيات يعني تاعب شوي توصل ضعيفة واللهجة المصرية استغرقوا اغرقوا في اللهجة المصرية كانوا يمكن يراوحوا بين المصرية والفصيح ممتاز هم ما روحوا لحكي ثوريا بشتحكي لنا توت سويت علشان هو العمل اللي قادت تفرج فيه اللي رغم من اجاح الحشاشين هذين نحكيوا عليه بالارقام العمل اللي تبع فيه ثوريا هو الأول سيه البارشة خطرين نتبع فيه هو الأول ايوه ولي تبع فيه حسن طلعا ثاني جي من فوته اين حسن هكو الليش اين نتبع فيه مسلسل اسمه نعمة الأفوكاتو نعمة الأفوكاتو نعمة الأفوكاتو اللي هي شخصية محامية نعمة الأفوكاتو ما لك المثمرت على الأفوكاتو لا لا الأفوكاتو المحامية المحامية نسمىها زياد الثمرة هي محلية هي حتى هي كعب أفوكات وتهب النعمة خللها الفكرة من بطولة مي عمر وأحمد زاهر نوم نوميني المسلسلة ذاتة والتوب وان الناس كل تتفرج فيه في البلاتفورم في التلافذ عليش قلت بره يا ثوريا خليني يديمشي نعمل طلع ونشوف المسلسلة ذاتة شنا يا حكايتو شفيه لقيت روحي في إدمان من الحلقة الأولى إلى الحلقة العاشرة فين هارين كملتو جرمشتو معنتها الحاجة الأولى الساعة اللي تشد المشاهد اللي كل حلقة فهم أحدث بلول الحاجة الثانية يحكي على فئت معينة من المجتمع يحكي على المرأة يحكي على الراجل فيه رسالة ساعة وبارشة بارشة بارشة معنتها میساجات منهم الساعة لمرأة المرأة مسكينة اللي ما عنداش تظهر اللي تخدم اللي تجري وتجري وتجري وما تلقاش في الأخر ما عنداش تظهر على خطر رجلها كسول على خطر رجلها مش خدام على خطر هي شهريتها خير من الراجل وديما مش قاعدة توصله هذي حاجة الحاجة الثانية فهم الراجل كبير زينا فهم البو اللي ربه وكبر وقره ووره ليه مش فينحكي مش فينحكي فين عشر حلقات فين هارين خلت اخو مواد عم حسن خاطر راوكي تعمل مسلسل وتمس فيه الفئات الكل متاع الناس اللي تتفرج وقتها تنجح ركن تمشي الفئة واحدة مثلا تمشي المراهقين بركة لحظة بركة عم حسن تمشي المراهقين بركة لا تمشي للنساء تمشي للرجال تمشي للكبار وقتها تولي الناس كل هذي عليش المسلسل نجح الموسيقى التصوير كل حلقة فهم احديث فهم يعني فهم احديث فهم نيساجات وفهم سيناريو وقوي وحمد زهر ممتاز ومليه حاجة اخرى مي عمر اللي هي توا شخصية قاعدة طالعة مش نورمال نحسها اينا بصراحة بشتفوك بلاسة ياسمين عبدالعزيز والله هي وفهم برشة شبه منها اما نحزر بتفوك بلاسة خالد بعد ما سمعت ثورية حكيت على عمل لكي بالطريقة ذي شوقتك بش تتفرج فيه? لا. عليش. عليها مسكين المرة تجري قد ما تجري ومطلع عنديش زر. اكاو رايو رايو رايو. بي نسل السيدة المستمعي نسل السيدة المستمعي. الناس يتسمعوا فينا بربي كانتشوفه في العمل قولو الناس هناك كانت تحبوا تشوفو بعد لا كاتو ثورية. خلي ثلاثة اللي يا. اتفضل يا سيحسن. يا حاسي موسيلي معلك. قاطع. انا بالنسبة ليا السيدة هذية ثورية العمري. ايوة. القراموزة اللي هي القراموزة يعني بصراحة انا بالنسبة لي منبتة. منبتة. اي تعرف شمعاني منبتة. يعني ماهيش في النبت النبت متاح. يعني مقتلعة من جذورها. ايه. يعني تو تنسى يعني ما يقدموا مقتلحاتهم بتاع التلفز التونسية لمقتلحات ممتازة وفيها اللي قلت الكل. وخير ايضا. ايه. هنقول لك انا. يعني هذي معناه يعني تروجوا لأعمال يعني خارجية على حساب القناة دي وحسابيان. ايه. موجودة دا بصراحة تخلص. اه ارتمام في احضان الاجنبي دون. اه ارتمام مش باحضان واحضان واحضان وبلايس الخرية. ايه سيدي ناخده فازل صغير. ورجعينوا بعد شوي خليكم معنا ايه. مازلتوا تسمعوا في الدوامة بلوس محمد الخميسي على اي افام احلى غاديو. انتم تسمعوا في الدوامة بلوس. محمد الخميسي على اي افام احلى غاديو. اي افام احلى راديو مرحبا بكم من جديد الناس كلي قاعدين تسمعوا فينا رجعني لكم يحضر بحضان اليوم السيد العميدة السابق سيد علي شوشيان الكاتب الرواعي خالد علي التواتي رئيس التحرير السابق السيد حسنين حسن بن عثمان والانستغرام موزع للدوام شحرورة المجموعة ثورية العمري في في فترة ما بين الشوتين خالد وريتك مايك تايزون كيفاش يترانا وريتك الجاك بول اللي بشارع بذل تايزون بناتهم 30 سنة عمر كي شفت تايزون وشفت الجاك بول شو تقول. جاك بول بش يموت. خاطر ولاي دي شباب ومحلاه وتلاتين سنة دي في ريس اما راو بش يموت. ربي يعطيه العمر والصحة كومبا هاي اي. بش يموت. انا نقول لحكس. انا نقول بشارب. تقول بشارب حتيزون. اي اي. البوكس قلب برا. قلبه عمر ولا قلب تايزون عمره كامل في القلل. اي اي. لكن ما عادش عند العمر. ما عادش عند القلل بكيوتو. صحي. عند العمر ومعنديش القلل. الاخر عند العمر وعند اي. انا مرة خليت على البوكس في امريكا. اي. يعني فلسفة البوكس وكيش كان البوكس في طمكو يعني في العشرينات وكذا كذا. وكيفاش يلب. علاش يلبسه. دائما البوكسر الخاسر يلبسوه الاحمر. لانه اذا كان رمز الاتحاد السوباتي ويز ما يتيح صح بالسروة الاحمر. اي يا رابا. اي يا حبيبي. ما فماش حاجة بريئة في هاللعبة. ما فماش حاجة بالصدف. وكان ايضا يقال محمد ايضا مشهولا عليه قولا. قال البيض دي جود فرجوا على الزوزو. يعني افارقة. افارقة سودي فشخوا في بعضهم. صحيح. بربيح مسل اللواتش هضايا. اي. تايزون جديد. اه السيدة اللي مقابله كيف انو احكي. اوصف لي اوصف لي ملام. الثورية فش هر قسيب. عليك بالله. والله. مش خدك مش يموت. اه. جايبين ام السياد. اه تقريب. امريكي هو ذاللي زاد بلا حرام وظلو سيادة. ايوه. اي سيدة. دي الامسيكين يعني يمودي بنفسي للتهلكة. بارشة فلوس. لكم باي. خلني اخذو توت سويت. لقيت هذيا. جينا ايب الغايب. كالعادة في اصوات الامة. شخص جديد وشخصية جديدة. وشيخ جديد باش نتعرف عليه. توت سويت. اصوات الامة مع ايب الغايب. عسليما ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من اصوات الامة. ما زلت ندور في تونس واليوم بش نحكي لكم على صوت عذب بطبع تونسي مية بالمية. تبوق ألف شهر من اللي من اللي فضل علينا. تبوق ألف شهر من اللي اللي فضل علينا. شذر العبادة يا سعد اللي صومت. لتصور فما شكونا عرفوا صوت هذا هو صوت الشيخ عثمان لنداري صوت عرفني خاصة في شهر رمضان المعظم. الشيخ عثمان بالطيب لنداري من مواريد 27 سبتمبر 1945 هو أستاذ مختص في التجويد والقراءات ومراجعة المصاحف القرآنية. حفظ القرآن كأغلب المقرئين في تونس فعمر صغير برشة ودرس برشة شيوخ على يديه في أحياء العاصمة. لنصل متجير مدرسة ترتيل القرآن الكريم بتونس. للشيخ عثمان مستيرا مهنية مهمة برشة تقلد العديد من المناصب أهمها. عضو في لجنة وطنية لمراجعة المصاحف القرآنية التيبعة للمجلس الإسلامي الأعلى. رئيس لجنة تحكيم اللي تشرف على المصابقة الوطنية في ترتيل القرآن وتجويده كيما كلفته الإدارة العامة للإدارة والتلفزة التونسية بمراقبة التسجيلات القرآنية المرئية والمسموعة من 1990 حتى 2005. بالنسبة لخارج تونس شارك برشة مرات في لجنة التحكيم اللي تشرف على المصابقات العالمية في حفظ وتجويد القرآن وتفسيره كيما في مكة المكرمة مصر ماليزيا ودبي. بالنسبة للمؤلفات ونلقوها برشة أشهرها المصحف المعلم بروية تقالون كتاب المسلك المنهجي في التجويد العالمي وغيره. للشيخ عثمين منداري مسيرة مهمة برشة في تعليم القرآن وترتيله تعرف برشة بأنشيده الصفية والأذكار كما كان زاد موجود في الأعلام من خلال تصريحاته المثيرة. الأذل تعشق قبل العين أحياناً. شكراً أيب الغايب هذا شيخ جديد شيخ تونسي ميا بالميام من الناس اللي كونوا ليعطاوا حياتهم للعلم واللي طلبت العلم شيخ عثمين لنداري. بش نتعطيها وتوتسويت مع ثوريا بعد شوية حسنين بش يحكي لنا علاقة موقسم من أهم وأبرز لسامي في التاريخ الحديث والتاريخ المعاصر أول إمرأة شاعرة تونسية من الحجم الثقيل قلم ذهبي. بش نتعطينا الحنجر الظهبية بش تعطينا ثوازير ورجعين. ثوازير مع ثوريا العمري كل عادة كانكم في الكوجين أغاطيين ولا في الثميام روحين توتسويك ديكم ثوازير. توتسويك؟ توتسويك. ماذا؟ صحيبك في سمعتيش؟ لا سمعنا سويك. يا ناس يا سامعين من خارج المدينة هي كلمة وكلمة نقولها ديمة هي فترة فترة نتفكرها بتبسيمة. هما ناس ناس مش حاسين بنا وكي نعكس يطلب نلقى الفنان اللي مشرفنا في كل مكان. حلو. نعود هي لكم؟ نعود هي لكم. نعود هي لكم. ركزوا مليا. ربي نحاولوا نتلوا مع المستمعين. فضلا. نحاولوا نتلوا مع المستمعين. أيوة. يا ناس يا سامعيننا من خارج المدينة هي كلمة وكلمة نقولوها ديمة هي فترة فترة نتفكرها بتبسيمة. هما ناس ناس مش حاسين بنا وكي نعكس يطلب نلقى الفنان اللي مشرفنا في كل مكان. الغنية هي طولية هذي الغنية. غنية. غنية. وفي الغنية سهلنا تشان شين انتها غنية هي. هي ثا وزير. هي الغنية. اليوم ما حداش رمضان ما فهمتش الكنسيبت متاحها. ريت ريت فلا. يعودتي وان نفهم انا صحيب عليها. صحيبها ثورية فلا. ريت كما نعرف وين. هذي كلمة اغنية. تلميح للكلمات اغنية. هي عملتهم التلميح اذي. اي. ولي يزمها معهد الاحصاء. معهد الاحصاء خالد عندك ش محاولة اشن هو الاغنية هذي. شفتك مرة متعدية. هي ثم الكلمة اللي بعدها بضب. تسحر القولو. برافو عليك خالدي جيبتك خالثة. شن تعديه تودجيت مع حسنين نحكيه على شعرة تونسية واسم مهم جدا اننا عارفوه ونتعرضوه ولو مرة في الحياة حسنين اليوم يحكينا عليه بالبند العريض. هيا حسنين. هو سيد محمد هذي شعره غريبة عجيبة. ايوه. وعجوبة من الاعجيب يعني. باي. يعني شعرها ومسيرة حياتها. ايوه. هذي مسمحها بورقيبة هي عمرها صغيرة معنا عمرها كي الشابة هذي اما في نساء. باي. اه. في نفس الحياة محسنين. هي تكتب عمرها 13 عام. باي. ما قردش هي من اصول جزائرية باباها تزيلي. فانتني باباها تزيلي. اسمها لمياء لمياء كنا مش كوني لمياء جيبو هال الاجزة والداخلية والأمور ذي ما تعرفش هذي لمياء شن لمياء ما فهمهش ما فهمهش لمياء ولكن الداخلية حتى من صغره من صغره مع مركبة يعني تعرفش نتاروه حتى صغر باي تبت بو عليها ولقاه جابوا لمي جابوا لمياء شاسمها طلعت لمياش لمياء هذي كاسم مستعى واسمها الحقيقي هي زبيدة بشير زبيدة بشير نزح والده الجزائري بشير بن محمد تلحيق من منطقة واد سوف بولاية ورقلة جنوب الجزائري الى منطقة سقية سيد يوسف بولاية الكافة التونسية حيث ولد الزبيدة كما قلنا في الثمان وثلاثين لتسجل لتسجل فالدفادة الرسمية باسم زبيدة بنت بشير بن محمد السوفي معناها الأوراق الرسمية التونسية هي تونسية نسبة الى موطن والدها الاصلي واد سوف بالجزائر مهم يعني هو فم برشا روايات في هذا وكيفش معناها لقاها برقيب وبرقيبك لقاها كانوا لقاها كنز ثمين فرح ما تغشش معناه شو فرح قلت لك اللوج عليها لأنه مشروع هنا تنقصه شاعرة امرأة امرأة لأنه مشروع حول المرأة وكذا كذا تنقصه امرأة لامعة وعظيمة وشاعرة وكان يعني في العراق فم شاعر يعني نازك الملاكة في مصر فم مي زيادة كذا وابرقيب ناقص وانفح لا مالأ ولقاها انفرح بها البروفيل هذا جي كامل جي كامل وكذا كذا ويعني ما نهى السيدة دي ما كما قلت لك يعني ما دخلتش للقراية المدرسة لم تتمدرس في مدرسة الاستقلال وكان والدها الجزائر محافظ جدا جزائري كان يجيب لها شيخ قراها القرآن وحفظها ستين حزب عن ظهري قال بي ايه وقتها جميل فهمتني يا حبيبي والقرآن منحللها الدماغ متاحة ايوان وفق متاحة والروح متاحة والدنيا متاحة وجعلها تنطلق تصوى سيدة محمد فرقة صغيرة عملة قصيدة لها هي عملة 13 عامة بي 13 عامة دي اسمحش تقول اسمح بي عاتين عيروني نكرات الجهلي والحمقي بحزني وشجوني فاتركوني لا انا منكم ولا فيكم خليق حنيني لديني غير اديان الورى في ثورتي او في سكوني دينكم حقد وبغض وانا الاخلاص ديني جميل كأن ابن عربي كأن ابن عربي ولا فرقة صغيرة مش تعرف المتانة اللي تعيش فيها الفرقة هذه الطفلة هذه ويعني منها بورجيبا ما هو تعرف هي مناول اسماد على الحصاميين بورجيبا حللهم الافق ودخلت يعني في الواحد في الاذاعة وكمناسقة برامج من الاول وكذا ومثم موذيع وثم كذا وكانت ايضا قصائدها تروزو في كل المنابر الخارجية الخارجية الاجنبية كما لديت روندرا قلت لك وديت امريكا وديت شرق العوس معني تدخل في المنابر لكل تقريبا وديت باريز واخذات جوائز عالية ووقعة تكريمها اول ديوان تخرج سيد محمد هو ديوان بعنوان حنين وهذا الديوان حنين لا حم نحكيك عني شوية في تونس هدايا خرجته اثمانية وستين مازال تعاد دبعا عنا دار ناشرد دبعا تعمل دار ناشرد ما عندي هاش ميكينات وآلات وكذا طبيعة في ايطاليا في ورق فاخر وحاجة عظيمة حاجة جميلة برشة لانها شعرة يعني من الوزن ثقيل والديوان كيخرج هدايا هو يعني معلمة يقول سيد مصطفى خرايف كيخرج الديوان هدايا مانح حدث كبير في الساحة التونسية وفي الساحة العربية اول ديوان هدايا ثمانية وستين يعني معنى عمره عشرين عام معنى خرج الديوان هدايا فاخر قتلك بطبعه يعني مذهلة وكان اول ديوان واول مرأة ونسية في ذلك الوقت عمل هدايا بيخدتشكون حسنين اه ايوا يعطيك الصحة سيدي محمد بلايه يقول هانا قدام مكنت لحبيب بن عيات ايوا برك الله في سيادتك يعني معنى بالخطوط والامور معنى بشتعرف التريزة يعني فرحوا بيه بالقدام بالقدام ووفروا له كل مقاومات النجاة الفخري والاعتزاز ثم فمت كتاب فخر ويعني للكتابة ديوان هدايا قتلك حنيد حمنا خرج من القاسية الصغيرة ايوا ومعنى ها وكمو قلنا لو تبعت الأولى ثمانية وستين ثمانية وستين ورقا دي الميزان موجود ديوان هدايا فسوخ مستحيل مستحيل يستحيل هن المفيد ومبعدي ماتت الله يرحمها معنى ها رب يرحمه ماتت بصراحة في ظروف يعني كما يموت الناس كل ولكن مش في مستوى شهرتها ونجوميتها يعني مات في المستشفى العسكري بركة في المستشفى العسكري يعني في رمضان الفين واحداش في اول عام للثورة ما خلتتش برشة فترات يا رب يحب ارتاحة ما الانواع هذية بشراح ما خلتتش شافت فترة المرزوق يا ودي هي كاكا شافت بورقيبة ومان ادراك ومانتت مسكينة حوالها يعني تاخد في شهرية تافها يعني مانا تقاعد وحاجة يعني معنى بس يفتدخلها محمد وزاري باش عطاها للوحدة ممتاز سؤال على الطاير كويس على عشر نقاط ثورية شنو اسم الشعر اللي يحكي عليها حسانين زبيدة زبيدة بشير بنت بشير بلاكس نقاط نقرف الجويز اللي اخذيتهم والله فرحانة معنى تلي حاجة ما نعرفيش ولي عطيوتا وجويز باسمها ودغني اغمو كرموها في السفارة ايه واللي اخذاء وجواز دغني اغمو كرموها في السفارة هيتوفيت تلفين وحدية اما تم تكريمها دغني اغمو من السفارة الامريكية برك الله فاذكرتني عندها جائزة باسمها زبيدة بشير تعتها الكريديف المركز بحوظ حول المرأة فمثني متابع وزارة المرأة واللي اخذاء وجائزة معناها زبيدة بشير من نساء المبديعات التوانسة في حقول عديدة من الشعر للفلسفة للبحث الجامعية للبحث الاجتماعية للتاريخي كذا كذا يعني عندك الحق اي مرأة تاخذها مرتين كهو برك والله يكن ياخذها مرة كهو وهي مش برشة يعني جائزة هذية ماليا خمسة لف دينارة كهو تتافها كيفير ماليا ايه اما معنوين عند قيمة عدي ايه قولي شوي من القاسيد ايه قاسيدة هذية في ديوان حنين اسمها وديع وديع غدا حين تسأل عني وتدري باني ذهبت لكي لا اعود تجيبك اصداء روحي باني وفيت لحبك رغم الصدود غدا حين تذكر ما كان مني وتحبحث عني وراء الحدود ساجتاز دنيا الهوى والتمني وامضي الى عالم لا قيود فلا انا منك منك ولا انت مني كأن لم نكن منها هذا الوجود خدعت وضاع يقيني وظلي صمتت ولكن الام الصمود وداعا فقد ضاقة باليأس صدري فلا تنسني في ظلام اللحود الله عليك حسنين نحب نحييه هذا هذه الاواصل الخلاقة بين تونس واليزائر وبين تونس وليب وبين تونس والامة العربية جميعهم ها ونحن نفتخل بالاشقائي والاصدقائي والاحباب وحييك على عديد المستويات حسنين على تحذيرك وعلى كشفنا الشخصية ذي وعرفتنا عليها والقائك الجميل ثوريت هبتجعل معك مchine مضطح بسمي هي ملك المناطقائي وجدت الابس يلوان هكذا يا اسرى عليك لا تصريح شعر اللى قال احسنque والله يجي غناية عالمية. ترح لحن هنا. تلحين علي انا. تلقى سبجي. بل حق محمد كلمه. تصفك. هي ملحنة بارك الله فيك. ملحنة بالله. لانه تكتب على التفعيل الخليلية. ايوه. علش كيك تسمع مثلا انه مكلثوم. مكثر غير. تسفم. سؤل ليك خالد. شو الاسم المستعار اللي كلمت به اذاعة دمت دخل الشيارة اللي حكينا عليها حسنين. لمية. لمية. احييك ولا لا ننسي. ممتز. هو اللي قرانسي. خالد لو تختار اسم مستعار. مثلا بيش تدخل في برنامج ما تحبش بخالد عليا التويتي. شو تحب الاسم اللي يعي تلك به. كان مش خالد شو تختار اسم مستعار. كريستانو. تي ليه تونسي كريستانو تونسي كريستانو. محمد بغني. لا يا رحمه هك تحب نقدم محمد محمد. لا الغنوم مثلا. تحب اختار اسم فيها وتخالد شو الاسم اللي يختار. عامة. تي صعبت خالد توفيق عليه وعليه. الاسم باللقب ولا بليش لقب. اللي تحبي يا خالد. عيسام. عيسام يا خالد عيسام. انا نختار زرا. لا سيء. سيء. مش نحتو على مؤشر السعادة. ما عادش عيسام. ما عادش عيسام. ما عادش عيسام. ما عادش. حبلتي قصيدة على عيسام بيت شاري. هذي منين جتة العيسامية هي. يقالوا. هو عيسام ابن المنظر. باي. ابن العمال ابن المنظر. قديمة بكري. هو عظيما لا شيء ولا شيء. باي. يقولوا. نفسه. نفسه عيسام سودت سيدة. يعني. نفسه عيسام سودت عيسامة. وصيرته ملكا همامة. اهلا بعيسام. ايه يا سيدي. بش نتحدى بتوتسويت. نحكيه على مؤشر السعادة. تونس تحتل المرتبة مية وخمستاش. نحكيه عليه بأكثر ديتيتات توتسويت. البداية نحكيه انه الاحصاء ذي قامت به يا سيدي. المؤشر السعادة العالمي. الذي صدر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة. الشراكة مع مؤسسة جلوب ومركز اوكسفور للأبحاث الرفاهية في مناسبة العشرين مارس اللي تعمل كل عام لمؤشر السعادة العالمي. سيدة علي شوشيان حكيت انت في يوم الايام على السعادة وعلى واجب المسؤول يوفر سعادة لمنظوريه وغيره من النقاط. لكن الترتيب تونس بصراحة غريب شوية. تونس كنا في المرتبة مية وخمستاش. على مستوى المنطقة المغاربية جت تونس بعد موريتانيا اللي جت في المرتبة مية وحداش. بعد المغرب اللي جت في المرتبة مية وحداش. ستة. بعد ليبيا اللي جت في المرتبة ستة وستين. وبعد الجزائر اللي جت في المرتبة ستة وثمانين. نبدأ معك في ترتيب السعادة السيد علي شوشيان. مقبول الترتيب هذا تراه عادي. كديش نحنا قدير. مية وخمستاش. مية وخمستاش. اللي مش عادي بصراحة. نجي مش يكون عادي. وانا بصراحة آآ يعني تذكر سيادتك وانت تتو ذكرتني وقت يتكلمت على المفهوم السعادة. مهم بالمعنى القيادي. ايوة. يعني آآ حاجاتها دي درستها ناري ما هبطتش عليها من الوحي ولا جبتها من كذا. وقالوا لي هاك ترمي في المعنى. اللغة رميال المعنى بالله هي فكرة معناها. رأيها مش تارجيل. الراجل ما يرميش المعنى راه. فهم ده. راجل يقول كلامته مباشرة للي حاجته بيه. وكهو. والرسولة. رميال المعنى دا عندنا سخرين معينين. ممتاز. وكذا. قوس وقفلني. نرجو المؤشر سعادة. ايه. انا ديما ان اكد انا انه على الحاكم تعوده للمغا المليون. توفير السعادة للمحكوم. هي الهاجس الرئيسي. سعيد انت يسيد هليش وشين. سعيد. في حياتي. اه. اه. سعيد مع ربي. في علاقتي بربي. ايه. في علاقتي بالعبد ومنشيني سعيد حتى طرف. مك سعيد. حتى طرف. معنى كان يعرضوك هذومة تعال الاحساء يقولوا لك. منيش لأ. منيش لأ. بشاريا. بشاريا منيش سعيد. مك سعيد. ايه. لقال تعتبارات. اقتزادية. انسانية. اخلاقية. اه. واقعية. اه. اللي قاعد نشوف فيه. بيه. مك سعيد. خنشوف صديقك عيسام عيسام. اول حاجة نحب نقول لك رأي السعادة يا محمد قرار. انا نحب نقرر انا سعيد. ونسعد روحي وحدي. نحب نشيخ معه روحي. انا سعيد. راضي بالي عندي. نخزر الواحد ما عندو السقيل يقول الحمدول لنا فرحان. نخزر الواحد ما عندوش مياكل يقول الحمدول لنا فرحان. فمشكو. السعادة. قرار. قرار. ويزمك انتي تاخذ القرار. معناها انتي ما مع ذوكم التنمية البشرية اللي كورشتعة تنمية البشرية اللي قول لكم السباح قدم المرأي يقول انا سعيد 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 فهي بده نهارك بالسعادة. مش نمارس في هذاك. اه. نمارس في حاجة انا اللي خليني دي ما سعيد. اه. القضاء والقدر. تمارس في القضاء والقدر. راضي بالقضاء والقدر. كان جاءتني يمسيبة من عند ربي مرح بي. ربي عملتي يا حب. كان جائني خير رو من عند ربي. ممتز. احييك على. اخليقك ونعمة بالله. ثوري سعيدة. السعادة اينا الحمد لله سعيدة. ايه. اما نحب نقول جسد مساج. احنا مش نكون ورانا صون بخصون فرحانين بحياتنا الكل. اكيد عنا حاجات نتمنيهم. حاجات ما وصلنا لهم مش. حاجات يجب يكونوا غلطات صاروا في حياتنا. اما كي تولي الفكرة دي كم صايترة برش على مخاخنا انو ليوم عاش نشوفه في السعادة اللي احنا فيها. تولي ما متخليوش الحاجة الخايبة. نسعى ولها نفكروا فيها شوية في النهار نعطيوها هكا جزء صغير بركة من الوقت. والباقي يكون نتمتعو ده ورمضان مثلا انا فرحانة برشة على خطر قريب شو قال فتر. ممتز. هلا سبب من اسباب السعادة. حسنين بعد الفاصل بش نرجع لك نعتيك من الارقام وقل لي هل تقبلهم الارقام هذه ولا مثلا تلقى بوركينا فاسو قبل تونس في الترتيب. تلقى باكستان قبل تونس في الترتيب. تلقى ناميبيا قبل تونس في الترتيب. اوكراني بالحرب قبل تونس في الترتيب. وفلسطين بالحرب قبل تونس في الترتيب. اجابة حسنين بعد الفاصل خليكم معنا رجعين. ما زلتوا تسمعوا في الدوامة بلوس محمد الخميسي على إيافام أحلى غاديو إيافام أحلى غاديو مرحبا بكم من جديد نرجعوا لملك وإمبراطور السعادة الترتيب بتاع تونس في السعادة حسنين منطقي معقول خاصة بعد ما سميت لك بلدان على الأقل يعيشوا حالات خاصة حروب يا سيد بركينا فاسوا فيها انقلاب ما عندوش مدة من اللي صار أوكرانيا حرب لليوم فلسطين حرب لقبلنا في الترتيب شوف اللي أنا سمعت وتوى خلنا اكتفيوا بهذا روحاني هذا الكل خالق العالي روحاني لا لا مش روحاني ما عندوش علقة بالدبياء شوه روحاني خالد اللي توديكي يقول لك السعادة وقرار هي قرار السعادة أيضا يجب موعد يقرر يلزم يظلي من الجواجي متاع ونحب يظلي يومولي سعانية هي يوصل للسعادة والإرادة إذا الشعب يومر أراد الحياة أو أراد السعادة فلابد أن يستجيب القدر للحياة شنو ولي قلته قالته للأستاذة أيضا الله على الأستاذة شوف ما احنا بصراحة التعبير امتاحها قالت ها عفونا أنا بينيكم كيف أكونوا سعيدا أنا الآن يعني ما تخطيته من النهاري طوله وما زال بيني وبين الشقين الفتر يعني فترة قليلة وذلك يشعرني بالحماس والإنشراح شوف السعادة أيضا من أين تتخلق أيضا إنما هادي هم الأوباش الذين عاملين هذا القائمة هادي الأوباش زودي بياها أعرف ما أقول هادي مفبركة وساقطة وبلا معنى الواحد الواحد تنعنا في تونس عنا وزيرة السعاد أرجيب أنا تذكرون صحيح تنعنا في تونس عنا وزيرة السعادة عامل أم المتحدة يعني سيجاره في وذنه ولي معنقر يعني مشموم ما كيف وحد ياري تقول أنت فرعهم في زمانهم أما هذا تبع لأم المتحدة أنا محاعد متحدة متحدة على خرابهم إن شاء الله شنية متحدة متحدة على شنية شنية مقاييس هذه المتحدة ترى؟ إنتي سعيد خسنين أنني سعيد إنتي؟ نحن نضرب ونشكر على كل حال توقيس مولوم المتحدة ولا بالنسبة لي نقول ما يدوم حال هي أسمعني الشيء الروعة في الإيمان والإسلام لا يأسه مع الحياة والحياة إذا خلقت من الأمل إذا خلقت الحياة من الأمل هي خلق هي خلق حتى دي كان ذا لي وذول فينا سيئة لابد أن نعمل جوانبها وأركانها بما يبعث على الفرح أو بما يبعث على الأمل خاصة ما وراء التقييمة ذاية؟ الغاية منه ضرب سورة تونس ياودي غاية كما قالك الأخوة للرئيسة هذيك أمك صنفة كذو من لسه تصنف يصنفوا توقج عربي توقج الكويت هاي الكويت هاي الدينار بتاع الكويت يضرب بوقت البشرة هاي والتسولة الكويت هنا أسعب ياودي عارف يسمنا ويعارف دمبار يعني حقيقة وعرب كيفنا في الأخر يظلوا يعني الجواش يمتعوا عارق قالك سعيد سعيد بماذا؟ دي يضرب فلسطين بحديك والغزة هاي ها فلسطين سعادية كتر مني هاقلوا مع كلمة هاقلوا مع كلمة احنا ما نحبوش كون يخذنا بالعي عم حسن عجبني انا كيفاش قال الكلمة اللي قلته ما قالوش كما قلته انا الجملة لقد مررته اليوم ليه لا لقد مره لقد مره من اليوم أغلبه عم حسن عجبتني طريقتك كيفاش قلتها المرة جاي قبل ما نقول حاجة وشنواني انشاءه هاي سيد علي تطلب الكلمة جوز تماما انا رو تفسيري انا للسعادة رو مش نابع من تشائم ولا تكبر ولا كبريا ولا حاجة كيك رو انا نقرن المفهومة ذايا بالقيادة الله غالب سيبلي فور كموا اذا اختصاصي وانا راه فيه انو اسعاد الناس بالنسبة لنا هو السعادة واسعاد الناس ما يجيه الا عبر الحكم الا عبر القيادة بالنسبة لنا وضعية البلاد مدام ما هيش كما يلزم راهو رانا مانيش سعيد انا مانيش سعيد انا الناس لخيهم يكونوا سعادة كاسم سعيد هاي وربما توجيه السعاد هلا نستنوا نحنا ممتاز اذا اذا ترتيبنا في العالم مش بالكيفين ينحبوها راني مانيش سعيد اذا اخلاقنا ما هيش بالكيفية اللي مطلوبة راني مانيش سعيد اذا معنا حاجيات كلها نقصة تقرن بالسعادة الامام المتحدة واحصائياتها احيانا كيما تعمل مع فلسطين وكيما تعمل مع السعادة ما تصدقش الحسينية تالي الناس كان يسخيبوا سعادة فلوس بزرقوني شدقواك اكثر من الممتحدة فيما ما يعني حديث قدوسي عبدي اني ابسط الرزق ارضى فإلا امترضى فبعزتي وجلالي لأترك كتالها ثطولة صحرائي مثل البر الوعشي ولا تنال منها شي عندك فلوس الدنيا وانتي نهار كل تجري في جرة الفلوس وماك مساور شي ممتاز وهايك خالد على هذي ما عادش عندي وقتين يا بارك والله احنا رانا جيما نخرنوا احنا جيما عمورنا ما نقولولي احنا فرحاني جيما ننقو كهو اه جيونا في وقت يمكن احنا ننقو يسر اي سيدي نحكيه على سيد منذر لونيسي الهيئة ادي فهمتي او تقول في قضية التسريبات نتحدى انكم تثبتوا انه سوت منذر لونيسي بل هو الذكاء الاستناعي اسمه المحامي شوكال ثم راجعين يعني علميا يعني النسبة عندما نقول هذا الصوت وانا كل مرة اتتخذ مع وسائل انا مؤكدة على الشيء معين استعمال الصوت لا يعني ان الشخص هو الذي تكلم الذكاء الاستناعي هو الذي فعل هذه الصناعة وركب صوت منذر لونيسي ولو ان الاختبار لم يقل في تطابق الصوتين وانما قال هناك نسبة تسعين في المئة وستة وثمانين في تطابق الصوت الموجود في التاجير لحظة فقط حتى تتبين لاننا نحن كنا مصرين على نقطة معينة لم يقع تحقيقها على مدى البحث البحث الابتدائي امام بحث البداية ولا امام التحقيق كنا نصر على شيئين كلاهما لم يقع تنفيذه الاشكال الاول كنا نؤكد ونلح على الخبير المختص في هذه المادة ان يؤكد ان هذا التسجيل لم يقع تسخيخه ولم يقع افتعاله ولكن النتيجة وردت سلبية اجابتنا عن هذا بسبب مذكور وصريح لا نستطيع اثبات تفخيخه من عدمه او افتعاله من عدمه لقطة الثانية وهي قطب الرحاطية في القضايا كنا ناس مواتي للاستاذ موراد العبيدي اللي كان يحكي وسمعت السوت قالك نجم يكون مفتعل ووقعت فبركاته بالذكاء الاستنائية هو سوته من ظهر الساعة بالله يقول بالذبن سيد موراد العبيدي اعتيتك اهم حاجة قال احسنين قال انه السوت ووقعت فبركاته بالذكاء الاستنائية هوش سوت منظر الونيسي هو ماوريسان دفاع المفروض يقولوا هذا ويعترضوا بهذا امام المحاكم انا شخصيا مانيش رئيس محكمة يقول انا روحه هو الذكاء الاستنائية دي كان ذكاء الاستنائية مش الغباء الاستنائية ايوه اخي دوته الخبير اللي عمله خبير الخبير ايش جاه سوته قال شو انت هالموذوع ما نعرش قال سوته والله هما هدا شي قال الخبير اتلعه مش خبير اي او خبرته ناقصة يتفضلوا هما يطلبوا بمعاينة اخرى حتى من وراء الحدود انا معا انه خاصة في الاليات هذية يجيبوا حتى خبره من الكون من المريخ يثبتوا لنا في هات انما انا اللي سمعتوا حسنوا بدون ما نقدر ايان انا مينش ترفي القديم واذاك محام يدفع موكله وياخد في فلوس ربي عينه ما انا اخد في اجره ربي عينه وربي ووفق الناس كله ممتازم بعد شوية اه حسنين فقط هو قال نطالبوا انهم يثبتوا انه صوتوا ما نعرفوش قال صوتوا اي 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 طالبهم كل مفروض يعمل عريضة واليعمل كده للحاكم ووزارة العدل يقولهم يا فلان يعني كده هذي امور تقنية امور مريكة اشدخننا نحن العامة يعني في هزول الطرح ما كي تصبح قضية زادت هم الرائل عام حركتنا ويخبر كل صوت ويخبر puparten بحركة النهother بنياسية لحركة النه δا لم تهتمliner انتة وفيس هذا واشكرا ليك نحكي سبير توت سييد نحلو صفحة الرياضة من خالد دوبي خالد نحكيه على علي معلول نجم النادي الأهلي ولاعب المنتخب الوطني علي معلول في الأيام الأخيرة برشا باجيت بدأوا يقولوا على خبر الاعتزال خبر المغادرة إلا أنه وكيل عمله اليوم يقول لها رأي علي معلول في مفاوضات جديدة مع النادي الأهلي المصري من أجل تجديد العقد وعلي معلول مزال حاضر بشعة يوم مزال نجم يقدم أكثر في مسيرته بكري على الاعتزال بالنسبة لعلي معلول ولا ما تراه مزال في الفورمان تقول الكبير أول حاجة محمد الأهلي يعرفوا يشري وجمعية قدمت في الشرية اليوم محمد كيشيروا جوار فم تست ميديكال ومع تست ميديكال فم تست فيزيك يعني فم تست فيزيك ما يخلطش بش يعمل تست فيزيك متاعه على خاطر البوست متاعه ترو ديلي كاريار جوش نتصور أنا اليوم جمعيات يدفعوا فلوس في مستوى كما كيكا ما يشري وش اللي يجيه محمد أنا نتصور مدام بش تاخذوا الأهلي رأوا مزال قادر محمد على خاطر انتي اليوم محمد كيتشري كرهبة معناها تعرف كرهبة بش توسلك تخلتك مش كرهبة بش طيعك غدوة بان ودورة دورة هكتوحة بان اليوم الناس رأيك يتشري يا محمد رمي فد الكوش الناس عارفة وين قادمة وشفت علي معلول في الأخر قاعد ناشي فراند ممتاعه نقوله بوست داريار جوش محمد يزيمها واحد صغير وأخف ينجم غدو يدخلو في الوسترو ينجم يلعب أكسيال معناه هما عندهم من بروجيت جو مدام يدخل في البروجيت جو متاع الانترينور نتصور اللي بش ياخذوه بحي واضح خالد و بعد شوي نحكيه على جمهور النادي الافريقي غضب البرح لكن اقبل هذي هات نحكيه شوي ربح للناس اللي اسموا وفينا عندكم من هوني إلى نهاية الحلقة نجموا تكلمونا على 31 380 الف نلعبه على شقان فتر يعمل 66 كيف لزوز من الناس في نزل خمسة نجوم دولوكس اللي هو قصر بير من الدين العربي باب منارة بجنبل معهد الوطني للتراث اللي عشاه فيه أشهر المأكلات التونسية الزمنية بعد تلقا وبرتير من الخميس من هالخميس للسبت أحسن السهرات الفنية من التسعة تعليل والجو اللمه التونسية اللي تعمل 66 كيف على الويه هدو 30 380 الف نزلنا كورا البيرح فيما غضب من جماهير نادي الأفريقي الناس مع مسؤولي نادي الأفريقي خالدي يقول لك وكأني فيما سياست ولا الميكيالين معاملة كل جمهور بمعاملة يقول صاريح العبارة قالت جمهور آخر على رسول ريشا في تلميح لمنهار قبل اللي صار البيرح في المباراة هل مستهدف جماهير نادي الأفريقي هل دوزة على العنف عالية شوية ليميت في ملاعبنا مرة أخرى ولا شنو بخال إن شاء الله تتيح تدوزة العنف محمد زادها ومش كما ما تشفوت مش كما ما تشي باسكيت علش متغشين السيبورتيرات متعلقوا يفرقسوهم برشا أكثر من الليزم قلقوهم برشا اليوم اليوم محمد وقيل تبدأ أنت ترح باسكيت معناها السيبورتير كل قدامك معناها تنجم تشوفهم لفما للناس اللي دائرة معناها اللي بش يخرج عن موضوع بش تشلق بيه خطر فرادس يبدأ ستاة ستين ولا خمسة عشرين الف وثلاثين الف مدنا جمشت في قبوة اليوم فما معاملات وقتلي هما جمهور نادي الأفريقي يشوفوا كيقول لك هما في فوت وشوف كيفاش عملوا ونحنا اليوم جيوا تمرجيونا زادارة ويزمنا الناس كل تمشي كيف كيف وانا فضت حاجة يا محمد يزمنا تولنا حيوة في تونس وليت مشكلة أم في نومين سوسيال بين الأمني والجمهور اليوم محمد وليت الناس أخذر برا ما تلقى داير بالستاد كان ليستاديه محمد الحل ليستاديه ليستاديه محمد حل في تونس في تونس حل ليستاديه قولك عليش يا محمد شوف وليت في تونس فما الكورو معاش يتعدى بين الأمني والمواطن أمني والمواطن في استاد في استاد أنا شفت مرة عكا بن عثمان عملت لك لزلترا وعملت موفمانت هذي جديد مشيت عسيد وحكيت معاه وشفت ودخلت بلايس محمد فما عبيت الله غالب جاي نهار لحد في مخو باش يسب بوليسية مش واحد ومش اثنين محمد فماك عبيت عاقلي تعفيراش اليوم محمد والبوليسية سيد علي مش رذي على كلام تقول فيه سيد علي لا 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 محمد يش اقول لك حتى الحاكم زادة تفزوا برشا عبيت يجي داخل في التيران محمد تفركيسوا برشا حاجات راوي مبالغ فيه تقول مبالغ فيه مبالغ فيه خانشوف سيد علي غير رات شاستو ما مازالك يتحدثنا مرة اخرى عن الموضوع راوي عقلية التمردة دي اللي عند عند الافارقة عند الشمال الافارقة راوي مصيبة راوي ما يحبوش معناها يغزل البوليسية معنا العون الامن علاش يحسها عادو علاش شو لي يخليه نحب نفهم أنا نحب نحكي مع مواط نقول لها علاش تحس رجل الامن لذا كلاب ازاي علاش تحسها عادو جاوب لي ترا من الجمعات عادية يجاوب يضرب لا فهم يجاوبات فهم يقول لك ملقصان نبدأه الصف تويل عريض والدزين وتسميع الكلم وذرب ساعات هذا يرى موجود يقوله لك الجمهور يقوله لك من هنا تعصف ومن هنا الشماريخ يتاكل بعضها في الواحد ما يتعصف ما نشده دي نشده صحي ما نشده تونسي طوب أنا نحذو باش انها تقع جلسات ما بين ناس مجتمع المدني وبين رجالات الامن يترحوا الموضوع عضاها عقلية التمرد يا رسول الله علاش تكرهني وعلاش نكره علاش انت اليوم تكره البوليس غضوك تلبس زيت ولا انت بوليس ولا شو أحساسك ترا برك الله فيه نحذو نشوفه فيه كل يوم كل عائلة تونسية كل حومة تونسية عندك ساحبك خوك بوليس معنية فم المعام لراه استاد ما يلزمش يكون فيه تونسية هذي العالية برشة استاديية تعتبره حل ولا مش حل استاديية ما يساعدش اضافي لكن ما نجموش نخليه المرارات بلاش حراسة امنية ما نجموه خالد نجمو نستغليو على البوليس في استاد والله يشقلك محمد نجم اليوم خطر عليش يا محمد السؤال نجمو نستغليو نجمو تحط لي استادي واختي لي تحط لي استادي محمد ولي الامور تمشي عادي يا رو حسنين رأيك ما نجموز نستغليو على البوليس لا في استاد ولا في غير استاد نستغنيو على اللاعبين لا لا اللاعبين يلعبوا كل واحد يقوم بدوره شبين احنا نخلوه في الادوار كل واحد دهو دوره اذا كانت تلعب باش تمتع للجماهير والاخرين الحرص يحرصوا باش يعني والشرطة باش جماهير يعني هذا عمل متكامل لا نضع يعني تعارضات فيه صحيح صحيح انا نحكي محمد روز استادي اللي دايرين في استاد الديخ مش معناها بلايش امن قللكش بلايش امن اما ليستادييه البرة ريتم ليستادييه يدوروهم بطيناها كامل وطلقاه يخزر هكا وما يدورش للماتش وما يخزرولوش جملة هكا كيفيش ليسموا فينا في الكرب ما فيمش هكا مقابل مقابل الجمهور ما يشوفش الماتش ما يشوفش الاستادييه يشوفوا الماتش محمد مرة اخرى واحد والله مش اولو تاكل نحبك تفسلني اي نحكيلك مرة اخرى واحد مش اولو تاكل في ظهر استادييه ما دارش محمد نتفرج في انجليتير نتفرج في ماتش فرق العدد دونك اليوم الاستادييه ينقصوا من الضغط وكا واضح سيد علي في 30 ثانية وانه ما تش عندي وقتين معدهمش معدهمش استغفر الله العظيم المؤهلات الجزري الزجري عنداش الزجري القانوني الزبط العدلية الزبط العدلية زي ما ناس معينة اما عنداش الزجر القانوني باش ينجم يمنع ذاك بشي حدث مقذوف واضح حسنين تحس الاجتماع نحن توي هذا اليساير مع الفيراجي حبي يتكلم مع وزير الداخلية قاعد يدافع للحضور الأمني في الملعب وانت السيدة الرئيس الحكومة هزيت أوراق وقصد ربي ايه قوعا احب جيس الشيخ ايه جي الشيخة ايه خلينا نخلي نفسه مطلعت سويت الغنان اي توت سويت توت سويت توت سويت توزير مع ثوريا اي حد فيكم مطلع بما انو حد فيكم مطلع اشو نعطي نعود نعطيهم بسرعة يا ناس يا سامعيننا من خارج المدينة شكون يا سمعنا من خارج المدينة هي كلمة وكلمة نقولوها ديمة هي فترة فترة نتفكروها بتبسيمة ناس وفنيخ هما ناس ناس مش حاسين بنا وكي نعكس يطلب يطلب نلقى الفنان اللي مش هرفنا في كل امكان باه يا عكس يطلب بلتي تسيد علي بلتي بلتي عكس يطلب بلتي خلت شكون المغاني تقول لنا المغاني تقول لنا المغاني تقول لنا المغاني سيد علي هو الاقرب الاجابة الصحيحة تقول لغنية تاوي الغنية منعرفهش انا اما انا عرفت بلسم قالوه درشنية قالو قالو يا عمري وينك هذيك هي الغنية الله يمشك علينا العقل والدين طب جيزة باسمها لا سامي تعطاونا من هنا لسيدي رمضان لسيبع وشين تون دبرون شكرا لكم الفريق بعد لحظات يكون موجود بحذينا الشيخ سيدي محمد سلمحرسي فكركم الربح يستنى فيكم على 31 380 أيا سيدي معانا بالتليفون حاضرة معانا من قصر رهلالي قولولي نادية بو فيرس نادية مرحبا عسيمة عسيمة محمد شو مورك الحمد لله لابا الوقت هذا في الكوجينة ولا وين نادية كنت في الكوجينة وطلعت في نكلمك يا عين عليك وكنت اسمع فينا في الكوجينة اي خارق العادة وسمعت السعادة ومساعدة وتخرنين سمعت بيك والله يعطيك السحر بيناتنا الشعب التونسي سعيد ولا فما شوية تخرنين برشة تخرنين برشة تخرنين واي يجلنا نفهمه في مفهوم السعادة قبل بيش نعرفه احنا سعيدين ولا يعيني عليك ومع شقان فتر فما تخرنين هاو الشربة مالحة هاو مسوسة هاو خليني ساكتا طوو برك بابا كيني خرنين خليني ساكتا ايوه يا سيدي ربي فضله وان شاء الله ربي فضلك انت زادة وديما من مومين في الخير كيما قلت مبروك عليك شوف ما غير لا سؤال لا حتى شايديريك تمام بشو نقول لك مبروك عليك تربح شقان فتر لزوز من الناس قيمة 220 دينار في أوتيل سانكيتوال دولوكس اللي هو قصر بيرم بالمدينة بالمدينة العربي بجنب باب مناره لمعهد الوطني للتراث لعشا فيه أشهر المأكلات اللي التونسية الزمنية وسهريا بعد تعمل كيف تبدأ بارتير من التسعة تعليل تمشي انت وانسان عزيز عليك انسان تحب وش كنت هابتز معاك يا زينب يا نادي يا سمعني يا نبعث بابا وما يا نمشيني وخي خارق العادة باه باه الزوز ممتازين شوفوا يعطيكم مستحب شوفوا وعاوا تكلمنا عاوا تكلمنا بيالك تمشي ولا رفع ما بعثكم عاوا كنتي اختارنا هارياخر عاود وطلبنا فيه خليك دي ما تسمعنا وكهو باه عيسك يا محمد ربي خليك شاهية طيبة ليك وللعائلة والاقسر الهلال الكل قريب من القلب الوقت هذي يا حذر بحذانا الشيخ سيدي إلياس المهرزي محمد إلياس المهرزي مرحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين تحية مباركة طيبة ليك وإلى كافة المستمعين والمستمعات الله يخليك سيدي إلياس موضوع جديد طرح جديد نحكيهه اليوم ففي وقتنا هذية في أيامنا هذية استسلنا مسلفني وعطيني والتداين والاقتراض وما إلى ذلك وأبواب لا تنتهي كان مش نحلوهم في النقطة هذية فهوني أي منظور للدين في النقطة هذية ولا سيد النيبي كيفاش كان يقول على النقاط هذية والتوسيات والتداين ونعرف أهمية الكتب وغيره مش تفسر هنا أنت اليوم سيدي إلياس أكيد سيدي محمد مسألة اللجوء إلى الدين والاقتراض والكريديات وغيره هذية مما عمت به البلوة عند كثير من الناس ولينا أصلا برشا ناس تتسلف للكماليات معاش نتسلفوا للضروريات معاش إنسان وقت يكون محتاج ولكن يضيق به الدنيا يتسلف ولينا لعبين اليوم تتسلف وتلجأ للقرض حتى على أبسط الأشياء حتى بش يعمل حاجة من الرفاهيات حتى سفر حتى بش يشري حاجة ما عندهيش أهمية حياتية فهذا شنو ينبقى أنه الناس وليت المادة هي المقدمة في كل شيء يعني ولا يعمل كل شيء في سبيل الأمور المادية هوني نحبه نرجعه إلى ديننا شنو موقف الدين من التداين هل التداين حلال ولا حراء بضبط ولا هل التداين هذي هل بشرطه يكون برباء أو لا لا نجمو نحن نحكيه على خطورة الدين أصلا هو الدين أو اللجوء إلى الدين ما نجموش نقول حرام ما نجموش نطلق لفظ أنه حرام ولكن شدد فيه الشارع الحكيم حتى لا يتساهل الناس في اللجوء إليه من ذلك ما ورد في الحديث أن سيدنا صلى الله عليه وسلم يروي يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكتنا وفزعنا يعني نزل أمر شديد فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل فقال والذي نفس بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحي ثم قتل ثم أحي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه يعني الدين هذا الذي الإنسان يأخذ ويلجأ إليه قد يحول بينه وبين دخول الجنة وهذا ورد في كثير من الحديث منها أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال يسأل ها هنا من بني فلان أحد يسأل فماشي واحد من بني فلان فقال رجل أنا فقال إن صاحبكم محبوس عن الجنة بدينه وفي حديث آخر إن صاحبكم مأسور بدينه وفي الحديث كذلك نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه وكذلك في الحديث من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكبر والدين والغلول شنو نفهمه هنا كي جي تقرأ مجمل هذه الأحاديث أين تكمن الخطورة تكمن الخطورة في التدين دون أن يترك الإنسان ما يقضي به دينه الإنسان اللي يأخذ دينه ولكن يأتي في مقابله ضمان ما هوش مشمول بهذه الأحاديث لأنه هو ما هوش متعدي على أملاك الغير ما هوش هو مخلي ما لو لقدر الله في حالة وفاة أو غيره أكداء ينجم يستخلص الدين متاعه وأكبر دليل على ذلك أنه سيدنا صلى الله عليه وسلم توفيها ودرعه مرهونة في تجارة أخذها وإخذاس كي ما نقوله للحاجة للسيولة بالمصطلح الحديث لأنه اليوم فما الناس عندها أملاك ولكن تلجأ للتدين للمال نحكيه هنا يرون من يش نحكيه عن الربام من يش نحكيه عن القرض بفاة يلجأ بش يأخذ الفلوس لأنه ما عندوه ش السيولة بالضبط فإنسان ينجم في الحالة هذية ويعطي في مقابلها عين أو قطع السياغة أو سيارة أو غيره يرهنها ولكن هنا يتجديد عليه للي يأخذ الديون شاشي ترس هذا على رأس هذا يأخذ الدين وما عندوش باش يقضي ويعرف أنه هو كي أخذي الدين راهو إلا بمعجزة بش يجير بش يرجع وفما الناس ولاية تتسلف بش تسلف وولا تتسلف بش ترجع الدين هذ ويقعد الحبل على الجرارة هكاكة من غير ما يخلط يأدي فهذه فيه خطر كبير الرهن يجوز أكيد فريهن مقبوضة ربي سبحانه وتعالى يقول أيوه يعني بالعكس بالعكس من أداب التدين أنه الكتابة أولا أيوه وكيفاش وما بنتناش وعليش ليه ذي أمر إلهي إذي يا ربي سبحانه وتعالى وصانا بالشي هذي وأنه لو كان فما ريهان مقبوضة ما فما حتى إشكال أنه الإنسان يأخذ رهن ممتاز أو يحطه بحذاه بش لو قدر الله يستخلص منه الدين إمتاعه العلق قلنا إذن من هذا من هذا التجديد هو حماية حقوق الناس بشمل الناس ما توليش تستسهل كما صاير وللأسف الشديد في مجتمعنا وليس حتى ساعات تقرأ يقول لك تولي أنت محتاج بش تبرر للإنسان اللي مسالفك اللي مسالفه بش يرجعلك لأن ولد ناس تشبيك مزروب كذي ولا هو اللي في الأصل هو في حاجة يولي بعد هو في موقع قوة فسينحة بشدد على مسألة التداين واللجوء إلى الدين وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا يعني عنده هو عليه دين ولكن هل عنده بش خلصه فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم بشن هو ذا من باب التجديد عليه قالوا هو مش ما تصليوش عليه ما هو مش كافر ولكن هو عليه بش الناس ترتدع وما تمشيش وتقول نهاري أخونا توفى فعوذي يصلي عليها سيدنا ما يصليش عليها فكذا واليوم عاشي استسهلوا مسألة اللجوء إلى التداين وفما صحابي آخر أتيا بهي وسيدنا رفض أنه يصلي عليه فسيدنا قتادة قال الدين متاعه عن ديانة فصلى عليه صلى الله وسلم وبعد سئله من غدوة قالوا خلصت عليها قالوا رأوا البارح في انت فناه فما حرص أنه الدين يخلص فلما أعلمه أنه خلص قالوا الآن بردت عليه جلدته تحيح يعني فذي من باب التجديد في مسألة الديون وسيدنا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يستعيذ من الدين يعني يقول اللهم يعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم أي استدان حدث فكذب ووعد فأخلف يبدأ أصلا معاشا عنده عين بشي قابل الإنسان اللي مسلف وهي من صفات المنافق هذا ما كان نربط به هاديثة يخب اليوعد ويخلف ويكذب ويكذب فيه وعند ما كذا ما دخلوش ما صبوش وهذه مجمل للأسباب بتاع التجديد هذي جمح الإمام القرطبي في الجامعة لإحكام القرآن فقال وإنما كان شيئا السبب قال علماؤنا وإنما كان شينا يعني شين يوشين ومذلة لما فيه من شغل القلب والبال والهم اللازم في قضائه والتذلل للغريم عند لقائه وتحمل منته بالتأخير إلى حين آوانه وربما يعيد من نفسه القضاء فيخلف أو يحدث الغريم بسببه فيكذب أو يحلف له فيحنث إلى غير ذلك وأيضا فربما قد مات ولم يقضي الدين فيرتهن به كما قال صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن مرتهنة في قبره بدينه بدينه حتى يقضى عنه فشوف جمع هذه الأسباب ذي يعني الإنسان يعني يذل نفسه بسبب الدين وذي قادش من إنساننا نعرفوه وتقاه عنده مكانة وكذا وبعد ما عاش عنده وجه قابل به الناس على ما كثر مسلف مسلف وما غير ما هو قاعد يرجع وكيما قلنا خاصة إنسان ما فميش ما يبرر السلف السلف اللي جاء آآ ليه في المقابل بيه شو صار التجديد هذي في المقابل الإسلام كذلك دعانا لو فم إنسان تداينة وبالحق الضرورة دفعته للتداين فذي بإذن الله حتى لو لم يقدر ربي سبحانه وتعالى يؤدي عنه من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد أتلافها أتلافه الله به كيف كيف دعاء الإنسان اللي مسلف أنه في حالة ليه خربطاء وإلا صارت له ظروف أنه ينتظره فإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسر ربي سبحانه وتعالى يقول وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلموا بل أنه فما إنسان دخل وتجاوز الرمولة سبحانه وتعالى عنه ذنوبه لأنه كان يتجاوز عن الناس وهذا الذي ويرد في الحديث كان تاجر يدين الناس فإذا رأى معصرا قال لي فتيانه تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه فتجاوز الله عنه معنى نخل نفهم بالواضح كتسلف عبد وتحسه مخسور وإنت تنجم تتجاوز عليه مكش في حاجة للي بش يرجعه لك تنجم تقوله وذيك بإذن الله بالآية وأنت صدق وخير لكم صدق من اللي يكون دين يصبح صدق يصبح صدق سبحان الله جميل وحتى أنك تنتظره ومثلا هو تقوله تمهله فذيك فيه أجر وثواب جزيل بإذن من مصارف الزكاة تسهم الغارمين برشة ناس عادت عندهم زكاة تقولك من عرش كون نعت وفي المقابل وفي المقابل فما ناس عادت يا شيكاة بش يعمل مشروع وغيره وصارت أزمة وكما صارت الكورونا وغيره والمشروع في لس مش أخذيه دين بش يدفعوا في اللي يجيه ويصرفوا في اللي يجيه وضاقت به الدنيا فذيك مصرف من مصارف الزكاة أنت تنجم ذيك مصرف الغارمين شوف قدش بتنقذ من عائلة يكون رب العائلة ولا الأم ولا غيره مهدى بدخول السجن وغيره مصرف الغارمين ذيك مصرف من مصرف الزكاة وندعيه برشة ناس أنهم يصرفوا فلوسهم كما يلوجوا على الفقير والمسكين يصرفوا على الغارمين هذوما أموال زكاة فهذا يلكله من فضل الزكاة وفضل التجاوز عن المدينة المعصرية وفي النهاية نحب نقول حاجة فما سعى الناس مماطئ يعني ما هوش معصر هذك يحق لك أن تستخلص من هدينك عنده ما يبت عليك المماطل مطلو الغني ظلم سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول ويقول ليو الواجدي ليو الواجدي ويحلو عرضه وعقوبته شمعانيتها يحلو عرضه وعقوبته أنه العقوبة متاع وأنك تقول للناس تنبه الناس روفلان يتسلف وما يرجعش تعلم به تعلم به ما هوش من التشهير علش لأنك بش تحمي وخيانك ما يقولش في نفس الفخ أكيد ممتاز هوني سؤال أخير وأنه به ما زال عندي عشرين ثانية ولو فتنا الوقت في عشرين ثانية كواحد يسلفني نسلفه بلوتو وقادر أنه يرجع لي ويقول لي ما نيش مرجع وأنا قوي اليوم وما نيش مرجع لك فلازم يعلم أنه الدين هذك في رقبته إلى يوم يبعثوه أكيد هذك يحول بينه وبين الجنة كما شفنا في الأحاديث يعني يعني يوم القيامة يموت تقعد الروح متاعه معلقة حتى يقضى عنه دين حتى يجي شي واحد من الورثة متاعه ولا من أحبابه يعرف المسألة يقول لك أخوية محمد ها والفلوس وسامحه وبالله وكذا ولا يقعد محاسب به قدام ربي سبحانه وتعالى معناه ليما يأخذ فلوس الناس وما يرجعهم شيئوين لك من نهار اخر والعياذوا بالله والعياذوا بالله وربي سبحانه وتعالى يتجاوز فيما بينه وبين خلقه صحيح ولكن ما بين الناس في بعضهم صحيح الله يبارك لك شيخ محمد الياس المحرز شكرا لك تحياتي لكم مستمعينة شاهية طيبة باي باي ملتقعنا غدا إن شاء الله في حلقة جديدة نهاركم أسعد لأيام ويا مرحبا